بسم الله الرحمن الرحيم بعد ما عرفنا مفهوم الفانكشن هنعرف دلوقتي مفهوم تاني وهو البرامترز او تمرير المتغيرات داخل الفانكشن او الدول بتاعتي اه طبعا ده حاجة مهمة جدا وبستخدمها بتسهل علي عملية نقل المتغيرات او البيانات من كلاس الاخر او من دلق الاخر او من مكان الى اخر ده اللي هنعرفه دلوقتي مع بعض البرامترز او البرامترات زي ما احنا بنسميها البرامترات دي يعني حاجة مهمة جدا برضو هناخد دلوقتي مسال بسيط عليها هنتكلم عن البرامترز البرامترز دي اه معناية انا زي ما انا قلت من شوية في الفانكشن ان انا ممكن اكتب دل اه او فانكشن واستدقيها من مكان تاني او بمعنى صح انا عاوز دلوقتي عملت زي ما احنا قلنا قبل كده وعملت هنا من قصير وقفلت هنا وهنا طيب قلت له انت اكس وهنا انت واي وهنا انت زي بتساوي اكس زائد واي طب انا دلوقتي لما استدعيها وهاطبع له طبعا في الاخر كيمة زي انا دلوقتي لما استدعيها هعرف منين او هعرف منين قيمة الزي والواي عندي حاجة من اتنين يا اما هنا اقول له ان تحت طبعا مش مش فوق اقول له ان الاكس اكوال مثلا تلاتة والزي والواي اكوال اتنين بس دي كده عندي هتبقى كيمة سابتة طب انا عاوز حاجة دلوقتي لما اجي استدعي ده اللي تصم دي في اي مكان في البرنامج ابعط له رقمين يعني بمعنى اصح ايه والله هفتح اكتب كلمة تصم هنا واقول له هنا مثلا اجمع لي خمسة واثنين هي دي بقى اسمها البرامتر استمرير البرامترات او المتغيرات معنى اصح فانا هنا والله عشان استقبلهم من هنا مش هسيب دي فاضية بقى بكتب ايه انا عاوز استقبل المتغيرين فبكتب هنا انت اكس وانت واي انا كده عندي متغيرين فكده هتطر رغي الكلام ده كله مش هعرفوا بقى الجو ده لأ هعمل ايه هستخدم خلاص انا بقى دلوقتي عندي اكس بس الاكس دي هتجي لي من المستخدر فهقول له زد زي ما احنا قلنا قبل كده زد اكوال اكس زائد واي بس بس كده هتطر لما اجا استدعي الدلة بتاعة صم دي لازم ابعت لها المتغير بتاعي يعني لازم ابعت لها الرقمين اللي هم هيتجمعوا تلاتة واربعة طبعا دي مهمة جدا 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 وهتفدنا في حاجات كتير ان انا بعمل مسود واحدة او دلة واحدة آآ وعشان تنفيز لأوامر معينة واستدعيها ماءات المرات كل مرة باستدعيها بغير المتغير يعني بمعنى ايه والله انا دلوقتي باتصل بالداتا بيس عاوز انفز على الداتا بيس امر ادخال بيانات او امر مسح بيانات فكل مرة هو اكتب في نفس الكود لأ انا بكتب كود مرة واحدة بعمل برامتر زي كده بقول له انا عاوز امسح ولا عاوز ادخل ولا عاوز اعمل تعديل البيانات بكتب له الامر اللي انا عاوز اعمله هنا مباشر بدل ما عاوز اقرر في الكود ده كل مرة طبعا ده بيوفر عليها وقت وجهه وبيخلي البرنامج بتاعها اسرع وفي نفس الوقت الكود بيبقى اصغر ولو حصل مشكلة زي ما قلنا في الكود اقدر اوصل لها بمنتهى السهولة